إذن أسعد الله مساءكم مرة أخرى وحيكم تحية طيبة في هذا المباشر بإذن الله تعالى سنكون ضيوفا عند الوخت أميمة عبدالسلام ممثلة جبهة البوليزاريو في جناف في سويسرا ستكون معنا بإذن الله تعالى على المباشر بعد قليل للحديث عن الوقفة المزمع تنظيمها من طرف جمعية بناتي الساقية الحمراء واد الذهب يوم العاشر من ديسمبر 2021 أي يوم الجمعة المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجناف إذن أدعوكم في البداية لمشاركة الفيديو لحظات ونبدأ سنحاول الاتصال بها لأخت أميمة عبدالسلام مرحبا وسهلا بها ضعيفة ضمن هذا المباشر إذن لحظات ونبدأ مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا إذن لحظات ونحاول ربط الاتصال بلأخت أميمة إذن أطلب من الأخت أميمة كتابة تعليق تتمكن يبدو أن الكاميرا ما هي طالعة عندك الأخت أميمة إذا ما كنتي مشتركة في الصفحة حاولي تشترك في الصفحة لأخت أميمة وكالة أعتقد الآن إذن سنحاول الاتصال بالأخت أميمة عبدالسلام ممثلة جبهة الفوليزاريو في سويسرا ستكون معنا بللي تعالى على المباشر من جناب للحديث عن الوقفة المرتقبة يوم العاشر من ديسمبر 2021 أي نمع المقبل للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية السجون الاحتلال الأخت أميمة كيف قلت ربما يكون وضع وضع الكاميرا نبعثت الكاميرا إلى حدود الآن سأحاول مرة ثانية إذن سأبعثت لك الكاميرا مرحبا وسهلا الأخت أميمة مرحبا سهلا نرحبه بك معان شاء الله رحمد الله رحبه بك في هذا المباشر ونذكر المشاهدين معنا الأخت أميمة عبدالسلام اللي هي ممثلة جبهة الفوليزاريو بسويسرا تكون معانا على المباشر للحديث عن وقفة الجمعة المقبلة مرحبا بك الأخت أميمة وحقيقة يعني سعداء بأن تكون معانا مرة ثانية على هذا المباشر وعلى هذه الصفحة للحديث عن قضايا الصحراويين اللي اليوم يعيشون الحمد لله من النشوة ياسر من الانتصارات تسمعيني على ما أعتقد هناك مشكلة يتردد الصوت يرتد الصوت على ضيافتك اللي شغل كبير أني نتخاطم مع مهورك مرحبا عندنا مشكلة في الصوت كيف تاشي بدي نحلوها لتامع الصوت شوي من يعرف اللي عاد عندك اللي عاد عندك سماعة ربما تحل المشكلة نحن نحن في بث مباشر بين باريس وجناف للحديث مع الأخت أميمة عبد السلام الممثلة جبهة البوليزاريو في سويسرا لنتحدث وإيا عن الوقفة المرتقبة للجالية الصحراوية التي تنظمها جمعية بنات الساقية الحمراء ووادي الذهب يوم الجمعة المقبل قدام مجلس حقوق الإنسان بجونيف ننتظر حل مشكلة الصوت يبدو أن هناك مشكلة الصوت ولكن في انتظار ذلك لابد أن أذكركم على ما تقدر أنت سمعيني أفضل هناك يعني صوتين تردد إذن له نمر بدأ ينتخل مرة ثانية أوكي مرحبا مرحبا إذن كما قل بها مشاكل تقنية لابد منها شيء طبيعي المباشر هو هذا لا تنساوا مشاركة الفيديو لا تنساوا إذن نحن في انتظار اتحاق الأخت حبيما عبدالسلام له نجربه مرة ثانية لتكون معنا على المباشر ونحن نتحدث جميعا عن الوقفة المرتقبة للجالية الصحراوية بعموم أوروبا وهذه الوقفة مرتقبة يوم الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان بجونيف ونتمنى مشاركة الجالية الصحراوية بكثافة سامعني مرحبا وسهلا أعتقد الآن أفضل يا وإن شاء الله أفضل شكرا على ضيافتك وتحياتي لتواجد جماهيرنا في المناطق المحتلة في المنفى في المخيمات وفعلا إحنا هذه التلاهورة قررناها عن ندروها يوم 10 ديسمبر هو يوم حوق الإنسان لدفاع عن حقوق ناسنا اللي ما تقد دافع عن نفسها وناسنا اللي موجودة في الأحباس ومنتهى كحقوقها باش نحنا كصحراويين يعود عنا وجود كدولة وكصحراويين كجنسية إذن الواجب الوحيد المطلوب من الإخوة صحراويين هو التواجد في هاي التلاهورة بالرقم عنه مع الأسف أنا كيف أني علمت البارح ببعض الضغوطات اللي معدلها الكوفيد هذا الصنف من الجديد اللي نقال له هناك شبه قلق الحدود ما بين الدول وصعوبة يعني الصفر كيف تعرف سويسرا كانت يعني من الدول اللي بدات شوي شوي تنفتح المجال عن الناس تتسافر وتتحرك وتتعدل اللي بقات يا قير من ساعة لدخلت هذا النوع جديد من البيروس اللي هو الأوميكرون يقول لهما الصنف الإفريقي منه المتحاول خافت هاي خافت وفعلا هناك حالة ولا ثنتين ما فات ما هوش متين يا قير البارح السلطات قارت عنه لا يجي خاصوا يعملوا نقوله احنا مشروط عنده الشرطة خاصوا ملاقع هاي خاصوا يجيب على كل حال هذا الPCR احنا نعدله المرة واحدة لأن الرجلي لا يجيب الكار لا مرة واحدة وله يسافر قليل من 24 ساعة يعني له يجو العشرة بكري وله يمشو العشرة في الليل والتوف فالذي هي الإشكالية لعنا الوحيدة إذن ما فهم إذن ما فهم إشكال إشكال المرتبط بكورونا اللي قد يأثر على الحركة الصحراوية اللي يشاركوا في هاي الوقفة الإشكال كورونا كيف تعرف قلت لك الدول كاملة دائرة يعني إجراءاتها بشك بال اللي هيخش يعود يعني نيغاتيف ويعود يعني متابع معروف منه إلى آخره وهذا من حق الدول إحنا ما قدوا ندخل لها برامجها ولا نقدوا نفرض لها برامجها هذا الشيخ لك البالح كيف تقلت لك بما إحنا كنا زين عندنا عان تنكبعين الناس من المشرق والمغرب لأنه هذا الواجب الوحيد اللي يتطلب منك كجالية أنه في ذا اليوم العالمي اللي حوق الإنسان نعتل العالم عنا راننا مانا ناسين سجنائنا راننا مانا ناسين سلطان أخي راننا مانا ناسين مفقوديننا راننا مانا ناسين صحرانا وراننا مانا ناسين احتلالنا إذن نحن كصحراويين عندنا واجبات تجاه هذه القضية ونحن كاملين خاصة نعود سفراء لهذه القضية إذن هذا الأقل الشي هو عنه الجالية تجي نهار تعبر عن تضامنها مع سجنائها والطالب بحريتهم هذا هو أدنى الشي نقدر عدلوه كجالية في ربط في البرنامج شا عندكم يعني لمستوى يوم يوم التظاهرة سابقو البرنامج الأقلبية منه يعني عند مجموعة بنات ساقية البرنامج كان فيه يوم تسعة ويوم عشرة كانت فيه يعني ما أنا عافة كان قد نتكلم عن البرنامج هذا لحق المهماتي على كل حال فيه أنشيطة وفيه مسائل ثانية مهمة مولي معادلتها بالتوازي مجموعة من منظمات المتضامنة مع الشعر الصحراوي تخلد يعني عام من تخلد وتذكر العالم عراه الحرب في الصحران القربية عادلها عام وتذكر الانتهاكات اللي جمارها الشعر الصحراوي في خلال هذا العام اللي ما مرقد في المجلات واللي ما اتكلم عنها حد وصحراويين مزالوا إلى يومنا هذا يعني اطالوا باستقلالهم ومزالوا إلى يومنا هذا بالرقم عنهم تحت الاحتلال ما عندهم يعني صيفة حماية ومعترف بها دوليا وهذا صراحة هي تبقى وسمة عار على الإنسانية وخاصة وسمة عار على مجلس حقوق الإنسان وعلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان هي يقع على عتقها حماية الصحراويين وعنها ما تخلي أي حد في العالم ما ما إذن هي يعني مسؤولياتها ما تبقتها في الصحراء القربية ونحن كصحراويين خاصنا دائما نطالبوا بالحماية ونطالبوا بالمرافقة حتى نيل استقلالنا في نظرك لغة وميما شنه العائق اليوم اللي مازال مانع هاي المنظمات بما في ذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أنها تتفاعل بشكل كبير جدا مع قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتنظم ربما زيارات والله بعثات لتقص الحقائق في الميدان خصوصا أنه هاي يعني انتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة للجميع اليوم موثقة بالفيديوهات منظمات دولية شنه العائق هل هناك ضغط للمخزن على مستوى مجلس حقوق الإنسان اللي يمنع إلى يومنا من هذا التصرف شوف أول شي له نأكد لك 100% عنهم بعد ما هو قلت المعريفة ولا هو قلت عنهم وهم عالمين أصدقاء الشعب الصحراوي والصحراويين يعني حارسين عن كل كبيرة وسقيرة نطرح لهم قدام طاولاتهم قال خالق شي نقال له الإرادة السياسية اللي يتحكم فيها بعض الدول خاصة فرنسا والولايات المتحدة ذو الدول الثنتين هماتي هماتي تقريبا اللي يتلاعبوا بالسياسات في مجلس حقوق الإنسان واترى مثلا شي من الانتهاكات اللي ما هي مهمة حتى تراها ذاهرة وشي من الانتهاكات كبيرة حتى كيف تلوقع في الصحراء القربية يعني تقريبا في منسي كما تعرف يا أخي الصحراء القربية هي قليم قيم متمتع باستقلال ذاتي إذن يعني هي في اللائحة الأمم المتحدة كالبلدان الذي يجب عليها تصفية الاستعمار يعني عندها الحق في تطبيق القانون 15-14 اللي يحق للدول كاملة المستعمرة أن تكونها مستقلة هذي قارات تقول مولي عنه محد هذه البلدان يلودلها لاستقلالها وفي اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة في نوابا يورك تناقش أمورها كل سنة خارج مسؤوليات تجاه هذه الناس اللي ساكنة في هذه المناطق اللي همون نحنا وناس ثانية ساكنة في المناطق اللي ملتما باستقلال ذاتي تقع على عاتق هيئات الأمم المتحدة لا صاخين في أس يعني الأمم المتحدة حوق الإنسان اللاجئين هذه كاملة إدارات الأمم المتحدة منظماتها هي منظماتها عليها حتى هي مسؤوليات تجاه هذه الناس تجاه نحنا وفي نفس الوقت هناك مسؤوليات تجاه الدول أنها تعمل بما يكفي لمساعدة هالي الناس اللي ساكنة في هذه الأقاليم أنها حقوقها كاملة تم مضمونة بما في ذلك حقها في التعليم حقها في السكن حقها في التطبيب حقها في الحماية يعني أدنى شي هو الحماية حقها في حماية ثقافتها حقها في حماية ثرواتها يعني هناك تقصير يعني مفضوح في الوقت اللي نجبر العكس في الوقت اللي نجبر العكس يعني سلطان أخيه مناضلات جايل لك انتهاكات ستركة ستركة هناك يعني هذا النوع من طوال اللي دين بالصحراويين انفضح لأنه صراحة ما عندهم أي مبرر باش يطبقوا غارات الأمم المتحدة في الصحراء القربية باش يحموا الصحراويين باش يحموا سلطان أخيه باش الصليب الأحمر يجي ويدير هيئة مستقلة يحمي بها المدنيين الصحراويين اللي حالا هم معرضين لأقصاف الدرونات المغربية في أرضهم يعني هذا كامل هناك تقصير يعني مفضوح في نفس الوقت المفاوضة السامية للقوث اللاجئين يعني تعرف عنه كل سنة تجدد مينرسو يعني مينرسو يعني تجدد هيا ولايتها كل عام ينطلب من المفاوضة السامية لحقوق الإنسان وصلي بالأحمر عنهم ينسقوا مع الجبهة لتفعيل شيئا من المراقبة ولا شيئا من تقرير عن وضع حقوق الإنسان في صحراء القربية يا أخي منذ 2015 إلى يومنا هذا المقرب هو الذي يعني فرض على الممتحدة لا تفعل هذه زيارات بالرقم عن الجبهة الشعبية دارت استدعاء للهي عنها تجي للمخيمات وتجي لأراضي المحررة وعنها يعني إحنا مستعدين عنها ما عندنا شيء مخزنين وتعرف دائما يقولوا عنها في المخيم فيه انتهاكات حقوق الإنسان الأخير إحنا ما عندنا شيء مخزنين والمخيم مفتوح للمنظمات مفتوح للهيئات مفتوح للناس كامل الباقي يجي ولأنا مخزنين شيء اللي مخزن شيء واللي يدير قبال العثارات لكي هاله الهيئة اللي هي هي هيئة حقوق الإنسان واللجنة التقنية خاصة اللي منذ 2015 مرأة جارة الصحراء يلاو من هذا هو المقرب اللي ما يخليهم مرأة يقولهم عن الانتخابات مرأة يقولهم انتخابات برلمانية رأيك بعد عادوا ثلاث سنوات ما عنده معذر ما هو ما كم جايين علاش لأنه عنده كثير ما يعني يخزنوا في الصحراء القربية خاصة الانتهاكات وخاصة اللي يوقع يوميا مع سلطان الخير ومع المدافعين اللي هم يعني متابعين ديارهم يعني يخلع عليهم يكسروا ذا كامل المغرب ما هو باقي اي حد يعود شاهد على الانتهاكات شعاطه يعني شعاطه ملانة عن المحتل المغربي شعاطه يعني هل الآن مرتبط برشاوة مرتبط بالضغوطات مرتبط بالاستعمال اللوبية شوف عنده مسلتين مسل اللولة هو دول النافذة اللي تعاونوا في احتلاله هذي الدول النافذة هي فرنسا والولايات المتحدة يعني عملهم ما هو اللهم دارين مصمار في المصار السياسي لتصحيط السماع السارة العربية حتى مولي في حماية حق الإنسان يعني دارين مصمار أكبر من ذاك بعدم إرادتهم السياسية لفرض شيء يعني نقولوا احنا يعطيهم شوي من المفلوجة يعني صراحة هناك في جنيف مجموعة دول صديقة للشعب الصحراوي تطالب المفاوضة السامية تقريبا كل ثلاثة شهر أنها يجب عليها أن تفعل هذه الزيارات ويجب عليها أن تقرر عن ما شاف يعني اللي شافت في الصحراء القربية رجعت لك طيلة هذه السنوات كاملة قط مرق تقرير واحد 2006 عددت هذه المفاوضية وفي النهاية الخلاص للتقرير هو عنه جميع الانتهاكات التي توقع في الصحراء القربية هي نظرا عدم تمكين الشعب الصحراوي في حق في تقرير المصير هذا التقرير لا يؤمن هذا لم يرى النور واللي مقفول علي مقفول راه منشور في أرسو هي فرنسا خاصة فرنسا هي الوفد يعني خالق هذا منشرو منين قامت جابه دارت مجموعة من الضقوطات والولايات المتحدة في 2013 لآخر داروا مجموعة من الضقوطات وحاولوا عنهم يديروا حماية حق الإنسان في مهام المنرسو تعرف بقون مقاربة يعني قبال محرجين وقبلوا شيئا ما الزيارة هذي اللي خلقت 2014 و2015 هذي الزيارات اللي انجاوا اللي هما هذو المبعوثين تابعين الممتحدة بتططوا قدام الصحراويين هما بنفسهم بتططوا وهما بنفسهم داروا يعني دواو صحراويين اللي شيء منهم انكسر راس وشيء منهم هذا حتى وقتتهم انكسرت كسروها كسروها لمقاربة تخمم انت عن الضغط السياسي هون بجنيب تم يلحق عنه بعثتهم اللي تعرضت للنوع من انتهكات هما بروسهم ما تكلموا عنه كلمة وحدة ولا قروا كلمة وحدة على كامل اللي شافوا ذمن الناس صحراويين لتحدات الاحتلال وجاوا كاملين صحراويين هبوا وحدة يطالبوا عنهم باقي باقي حد الصمت لهم يعني نين صمت ذمن الشهادات كاملة الصادمة ما مربوا تقرير واحد على كل حال هم يقولوا نحنا نحنا مرقنا تقرير الصحراويين صبرنا ماله نهاية قير صراحة تعامل الأمم المتحدة مع الصبر الشعب الصحراوي فضيحة وتعامل الهئة الأممية مع الملف الصحراء القربية فضيحة لننتكلم لك مع فضيحة ثانية خلقت تعرف في 2018 تعرف عن المقرب يستعمل هالي ورقة عدد اللاجيين نحنا ما نعرفين عدد اللاجيين كم والطلب والصحراويين عدد اللاجيين كم إلى آخر هي بلا 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 صحراويين تعاملوا مع الهئة الأمم المتحدة ومرقوا التقرير اللي هي الأمم المتحدة مرقوا التقرير جاءت المخيمات ودارت بحثها ودارت إحصائياتها ومرقوا التقرير على عدد اللاجيين صدق أنت عن ذا التقرير حتى هو إليه من هذا ما فاتشاف النور هرهم عددت المفوضية السامية لقوا في اللاجيين اللي من أولوياتها هي حماية اللاجيين وخاصة هاي ضغطات اللي راتها هذه الهئة اللي هي هيئة اللاجيين جاء برتهم من المغرب المغرب ما هي دولة تستقبل اللاجيين المغرب ما هي دولة مانحة للاجيين المغرب هي هي السبب لأجور هذا اللاجيين اللي هما نحن يعني المغرب هو السبب والمغرب هو السبب هم اللي اللي عثرت شغلة هذه الهيئة اللي كانها تفضح يعني كانها تجاوب هاي التساؤلات على عدد اللاجئين صحراويين الموجودين في المخيمات مرقب عدد تعرف عنه العدد هو 167 الف لاجي 176 الف لاجي اسمحلي 176 الف لاجي يعني في النهاية هذا التقرير اليوم من هذا ما فاتمرك حتى هو ينعطى المانحين وينعطى الدول وينعطى الهيئات باش تشغلوا عليه علاش لان المغرب باقي ما زال يستعمل هذي الورقة عدد اللاجئين كضغط للهيئات وكالشي يستعملهم وورقة سياسية باش يوقفوا المصار السياسي نحن صحراويين شي كامل ما هو مرتبط بالمصار السياسي ما هو مهم عندنا يعني حد لا يجيب عدد اللاجئين ما عنده استفتاء ولا عنده شي مهم لك وما رق في هذا العدد يعني نحن سياني عنده هو العدم يعني المغرب ظهر ما هي مرة ولا هي ثلاثة ولا هي الثلاثة الاف المرات عدم ارادته خاصة لحل هذي المشكلة ولعدم يعني انهاء احتلال للصحراء القربية يعني بده ما فضوح مسكن هالي بطاطا حامية شوفي لي انت لا يتم يمرق الفضة باش كربت من انجلتي الفضة فعلاً رشوة معناه على انه يستعمل الفضة داخل مجلس حقوق ريسان وداخل الممتحدة بشكل عام باش يرشي بعض الموظفين الممتحدة باش تمو ساكتين باش يقضوا النظر الى اخره وباش يرشي بعض الهيئات اللي تتواطن معه كيف تهالي قلت لك اخبار التقرير كيف تهالي البعثة التقنية حتى همايا لو كانوا همايا منطبقين القانون صادقين حق المممتحدة منصادقين بي له يخرطوا الحيط ويقولوا له ينقسوا الصحراء بقاها المغرب ولا كراها وراها عدد اللاجئين بقاها المغرب ولا كراها يقول هناك تلاعب بملف الصحراء فمفضوح وصراحة ان احنا الصحراويين يعني صبرنا نفد مع هذي الفساد الموجود في هاي الهيئات وذا هو علاش الصحراويين قروا عنهم يبدأوا حرب التحرير الثانية انا نقولها الثانية هي مقاطقة عن تهات حرب التحرير الالف اللي قدينا اللي نحروا ارضنا وصراحة ملينا من الكذب وملينا من التماطل مع ذا كامل اللي يعدلنا خاصة ان احنا صحراويين شعب مسالم وندوروا السلم وندوروا نسكنوا فردنا ومع الاسف ما جبرنا يعني ساقيات واضع 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 اذا اليوم مظاهرة الجمعة او الجمعة هي ايضا هذا السياق سياق اظهار للمنتظم الدولي خصوصا يعني على مستوى الجنيف فعلا انه صحراويين ما هم ناسين معتقلين هم سياسين صحراويين وجودين في سجل الاحتلال ما هم ناسين مناضلات المناضلية اللي ينكلهم يوم في المناطق المحتلة ما هم ناسين هذا 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 الكم يعني المشترك من من القضايا المتفرعة عن قضية الصحراء الغربية حق بعد حق بعد هي اه تظاهرة دايما يعني احنا رحبوا بجميع المبادرات الجمعة عن المجتمع عند المدني وانحنا صراحة زين عندنا ذا النوع مبادرات اللي فات جانا 2018 وحدات منهم عند منظمات بلات الساقف في نفس الوقت المولي سابق ذاك من 2015-2014 الجالية الصحراوية في فرنسا وفي اسبانيا دائما الجينيف عند هذا الموعد السنوي اللي الجالية الصحراوية تنعت فيه تضامنها مع القضية تضامنها مع السجناءها تضامنها مع شعبها وعنه مطالب الشعب الصحراوي ما هي مرتبطة بالزمن والله مرتبطة بالمكان اللي متواجد فيه صحراوي إنما هي عهد للشهداء وعهد الذكر اللي في السجون اللي احنا ما نناسينهم ونطالبوا بحريتهم ونطالبوا بحقوقهم في السجن واللي في نفس الوقت واحدة المطالب اللي احنا نطالبوا بيها مثلا هو عنهم يعني عودوا مسجونين في أماكن قريبة من أهلهم ولأن المغرب بيسجنهم في ألاف كلمترات بعيدة عن أهلهم هو في نفس الوقت يعذب أهلهم ويعذب وليهم ونحنا من مطالبنا هي عنه خصهم تقريبهم من أرضهم اللي هي صحراء القربي في ختام هذا اللايف هل هناك الآن بدأ كذلك المخزن يتحرش في هذه الوقفة المقبلة حسيته على أن فم ضغطات وفم تحركات المخزن وربما الاستعداد مرة ثانية للإستفزازات اللي نشوفوها مرات قداب أو في حق بعض التظاهرات كما حدث معاكم نعم نحنا دائما أي شي نعدلوه نطرحوا احتمالاتنا للنوع من استفزاز نعيطوا للشرطة نطلوا من رجلين يعود ملتزم عنه ما يخرص للنوع من الاستفزاز عن نعود لنظمين روحنا نعودوا يعني أمورنا لكيها واضحة نعودوا مددينها يعني بالنا يعود للناسنا اللي هنا جايبين والضيوفنا وذال اللي احنا لها نقدموا يعود عنده رسالة ذكية واضحة للقريب والبعيد يعني هذا هو تركيزنا أما التركيز العدو وتركيز طريقته هو اللي يعني افساد كل ما يفعل صحراوي في أي مكان احنا هذا ما لي منه ونحاولوا عنه ونحاولوا عنه ما اللي ندعو جماهيرنا كاملة عنها ما تديها في ذا النوع من الاستفزازات وعننا نحنا جايين من بعيد باش عندنا مهمة وذي المهمة هي المهمة عندنا وأي حد ثاني جانا من العدو اللي هنا عايطول الشرطة يتعود واقفة عندنا كيف تعرف دائماً مظاهراتنا يتعود الشرطة لك ضدوا كل اللي ضد العنف اللي هنا عايطولهم مباشرة سياني صحراوي بايع راسهم المقاربة اللي هنا عايطولهم عليه وسياني مغربي اللي هنا عايطولهم عليه إذن هذه هي مهمتنا وعندنا ناسنا مولي تشطاف الأمن إذن نحنا ما بقانا مهو ندعو الصحراويين كاملين عنهم يعادلوا الجهد اللي قدوا كاملين كانهم يجوا وإلى ما قدوا لكن اللي فيه الخير مولي إن شاء الله مشكورة جزيلة لأخت وميمة عبدالسلام اللي ممثلة جبهة البوليزارو في سويسرا واللي كانت معنا طبعاً وقدمتنا يا سلم التوضيحات بخصوص الوقفة الله يتعود إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة قدام مجلس حقوق الإنسان بجناف واللي هدفه الرئيسي هو إثارة انتباه المجتمع الدولي لقضية المعتقلين السياسيين الصحراويين وأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أشكرك يعني خالص الشكر وإن شاء الله الرحمن الرحيم تقي بك في مناسبات مقبلة بإلهي تعالى مرحباً تحيات الله إذن أحييكم مشاهدين في كل مكان أعتقد أن الصوت ضعيف تحياتي لكم أشكرا لكم خالص المتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحمة الله تعالى وبركاته شكرا